لاحظ من كلام يسوع المسيح نشوف انه في مقارنة مهمة جدا بين طبعا المقارنة بين السمع وبين الفعل بين الاقوال وبين الافعال وهنا يشدد طبعا على السمع لانه هذا معروف في الفكر اليهودي اسمع يا اسرائيل وهنا يقول يسوع ومن يسمع كلامي يعني يقول اشبهه برجل عاقل طبعا في بشارة لوقا بيتكلم عن نفس الحدث ولكن يبتدئ الايات قائلا كل من يأتي الي اي ان تأتي الى المسيح اولا الله يطلب التبعية ان تتبع بدون اي قيد واي شرط تتبع يسوع المسيح ولاحظ ايضا معي في بشارة متى مكتوب انه حفرة يعني الاساس حفرة وعمق لانه ارض فلسطين تشتهر بالصخور فهنا يركز على الطاعة الكاملة اي ان يضع اساسات متينة وهذه الاساسات تكون او تدوم هذه الاساسات وطبعا لاحظ لما منقرأ كلام يسوع يوجد تشابه بين البيتين يعني سواء بالشكل سواء بالبناء سواء بالحجارة ولكن ما هو الفرق احبائي ان الفرق الاساسي في هذا البناء هو طبعا الاساس على ماذا تؤسس حياتك على ماذا تبني حياتك ومنلاحظ من خلال هذا البناء وهذا الاساس الامتحان والامتحان هو العواصف اللي ما بتيجي العواصف بتثبت للانسان اذا بيت ثابت مبني على الصخر او بيت مزعزع مبني على الرمل فالبيت احبائي يمثل الحياة الدينية فاي نوع حياة والعواصف تمثل الدينونة الالهية طبعا بحسب الفكر اليهودي فاذا الاساس هو الطاعة لكلمة الله ان يثبت فكل من يسمع اقوال هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فايزا احباء اذا لاحظنا منشوف يعني اهمية السمع وما هي اهمية السمع طبعا الكلام ليس بديل عن الطاعة رأينا كلام يسوع ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات وحقيقة احبائي نحن اكثر شعب نستخدم اسم الله واكثر شعب نحلف واكثر شعب نذكر اسم الله باطلا ويا رب ويا الله يعني والدين وكلمة الله دخلت في كل مجالات وكل مستويات الحياة ولكن بدون اي معنى لا تعني اي شيء مع انه الكتاب يحذر ان لا نذكر اسم الرب باطلا لانه الله لا يبرئ يعني كل الناس اللي بتستخدم اسم الرب او كلام الله باطل بكلامك تتبرر وبكلامك تدام فاذا الكلام ليس مديل عن الطاعة اشتركوا في القناة